بيّن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق أنه قال وأما حق نفسك عليك فأنت استوفيها في طاعة الله فتؤدي إلى لسانك حقه وإلى سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقها وإلى رجلك حقها وإلى بطنك حقه وإلى فرجك حقه وتستعين بالله على ذلك صدق مولانا الإمام السجاد عليه السلام